بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن أسباب نزول الرحم أو هبوط الرحم عند الفتيات وأعراضك ودرجات نزول الرحم عند الفتيات وتشخيص وعلاج نزول الرحم طبيا ومنزليا وما هي العلامات والحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب المختص تختلف أعراض نزول الرحم عند البنات وتتفاوت في شدتها بحسب درجة هبوط الرحم ويتعرض الرحم إلى الكثير من المشاكل خلال حياة المرأة ومن أبرزها حالة نزول الرحم وتحدث هذه الحالة المزعجة والمؤلمة عندما تضعف الأربطة والأوتار المحيطة بالرحم وترتخي الأمر الذي يؤدي إلى انزلاق الرحم من مكانه الأصلي وهبوطه نحو عنق الرحم أو قناة الولادة أو طرف الحوض وفي حال عدم معالجة هذه المشكلة قد تتسبب في حدوث مضاعفات صحية وخطيرة متعددة وحرصا منها على سلامتك نقدم لك كافة أعراض نزول الرحم عند البنات لتشخيصها وعلاجها مبكرا بالإضافة إلى الأسباب المؤدية إليها وأيضا طرق علاجها فما هي أسباب نزول الرحم عموما؟ تتعدد الأسباب التي تكمن وراء نزول الرحم نتيجة ضعف عضلات الحوض وتشمل هذه الأسباب التالية بالنسبة للمتزوجات الحمل وأيضا الولادة الطبيعية المتكررة خاصة إنجاب جنين كبير الحجم أيضا التقدم في العمر والدخول في سن اليأس ورفع الأوزان والأشياء الثقيلة والإصابة بالسعال المزمن والربو الشد والإجهاد خلال عملية التبرز وخاصة في حالة الإمساك وعوامل وراثية وجينية تتمثل بوجود تاريخ عائلي من الإصابة بنزول الرحم فما هي درجات نزول الرحم؟ قبل أن نقدم لك أعراض نزول الرحم عند البنات من المهم أن تتعرف على درجات نزول الرحم والمؤلفة من أربع درجات على النحو الآتي الدرجة الأولى نزول عنق الرحم باتجاه بداية المهبل والدرجة الثانية وصول عنق الرحم إلى فتحة المهبل والدرجة الثالثة ظهور عنق الرحم خارج المهبل والدرجة الرابعة والأخيرة ظهور الرحم بأكمله خارج المهبل فما هي أعراض نزول الرحم عند البنات؟ كما ذكرنا تتعدد أعراض نزول الرحم عند البنات وتختلف في شدتها لحسب درجة هبوط الرحم التي ذكرناها فبعض الحالات البسيطة قد لا يرافقها ظهور لأي أعراض على عكس بعض الحالات المتقدمة الأخرى التي تظهر فيها هذه الأعراض المزعجة والمؤلمة بشكل واضح إذ قد تؤدي إلى الضغط على الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض بما في ذلك المثانة أو الأمعاء وفي أغلب الحالات تكون هذه الأعراض أقل شدة في فترة الصباح وتزداد شدتها خلال اليوم وتشمل أعراض نزول الرحم عند البنات الآتي الشعور بثقل أو بضغط في منطقة الحوض أيضا الشعور بألم في مناطق الحوض أو البطن أو أسفل الظهر وسقوط بعض أنسجة الرحم من المهبل والإصابة بالتهابات متكررة في المثانة وتغير في طبيعة الإفرازات المهبلية وملاحظة نزولها بكميات كبيرة أيضا الإصابة ببعض المشاكل والاضطرابات في الجهاز البولي بما في ذلك التبول اللا إرادي المعروف كذلك بسلس البول أو زيادة الرغبة في التبول بشكل متكرر أو الشعور بحاجة ملحة للتبول المفاجئ أيضا التعرض إلى مشاكل في حركة الأمعاء على سبيل المثال الإمساك والشعور وكأنك تجلسين على كرة والشعور وكأن شيئا يسقط من المهبل أيضا ضعف الأنسجة المهبلية وملاحظة نزول نزيف مهبلي وعدم الشعور بالراحة أثناء المشي كيف نشخص نزول الرحم؟ من أجل أن يتمكن الطبيب من تشخيص نزول الرحم عليه إجراء مجموعة من الفحوصات التشخيصية لتأكيد الإصابة بهذه المشكلة وتشمل هذه الفحوصات التشخيصية الآتي الفحص السريري ويتضمن فحص الحوض للتأكد من درجة نزول الرحم وإذا كان هناك حاجة إلى التدخل الطبي ويهدف الفحص السريري كذلك إلى تقييم مدى انزلاق الرحم في المهبل وتقييم قوة عضلات الحوض أيضا هناك الفحوصات التصويرية وتلعب الفحوصات التصويرية بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية دورا كبيرا في تقييم شدة الهبوط والآن ما هو علاج نزول الرحم؟ ثمت مجموعة من الطرق التي من شأنها أن تعالج مشكلة نزول الرحم وتخفيف أعراضه بما في ذلك العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية فلنتعرف عليها في الآتي لنبدأ بالعلاج المنزلي يمكنك اعتماد هذه النصائح العلاجية بشكل أساسي في المرحلة الأولى من مشكلة نزول الرحم وهي ممارسة تمارين كيغل بشكل مستمر ومنتظم طبعا تمارين كيغل معروفة للمرأة احرصي على معالجة مشكلة الإمساك بشكل فوري في حال إصابتك بها من خلال تناول المأكولات الغنية بالألياف الغذائية وشرب كميات وافرة من المياه أيضا امتنعي عن رفع الأوزان والأشياء الثقيلة وتأكدي من معالجة الإصابة بالكحة المزمنة والسعالي المزمن وحافظي على وزن طبيعي وصحي أيضا استشيري طبيبك المختص حول الخضوع إلى علاج الهرمونات البديلة في مرحلة سن اليار والآن ما هو العلاج الطبي؟ طبعا يلجأ الطبيب إلى عملية جراحية يتم فيها إجراء العملية الجراحية لعلاج نزول الرحم عن طريق المهبل أو البطن أيضا هناك الفرازج المهبلية وهي عبارة عن جهاز مهبلي يهدف إلى دعم الرحم وإبقائه في مكانه والآن ما هي العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب المختص؟ في حال ظهرت عليك أي من العلامات التالية احرصي على استشارة طبيبك المختص على الفور إذ قد تشير إلى وجود مشكلة صحية طالعة وهي انسداد مجرى البول أو البراز مواجهة صعوبة في التبول أو التبرز ظهور الرحم من خلال المهبل إلى خارج الجسم طبعا هاي الحالة الأخيرة والشعور بضغط في قناة المهبل والشعور بخروج شيء من المهبل والشعور باقتراب عنق الرحم من فتحة القناة المهبلية والشعور بالحاجة الملحة والمتكررة للتبرز والتعرض إلى التسرب البولي المعروف كذلك بسلس البول والشعور بألم مستمر في منطقة أسفل الظهر ومواجهة صعوبة في المشي طبعا هاي هي أهم العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب المختص وتمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية حبايبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار اعتفاع لكم ثقتكم بنا منرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته